الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرف يقدم في مجال النظرية الكلية النموذج التقاطع لكينز أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا في زمن الكورونا الذي عزنا عن بعض وأقدم هديه إلى طالبتي النجيبة آية أبو يامن في جامعة يرموك أرجو أن يكون فيه الفائدة الجميع وعلى بركة الله نبدأ الآن بالنموذج التقاطع لكينز خطوة خطوة سأتكلم بهدوء وبطء إلى حد ما حتى الأذكار نستوعبها جميعا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نموذج كينز التقاطع الآن على المحور الأفقي هو الناتج المحل الإجمع لجي دي بي نتخيل جي دي بي على المحور الأفقي على المحور العمودي هو الآن هالمتغيرات الآتية عند الآن ما يسمى بلاند اكسبنديش لاحظوا لي أرجو أن تركزوا على أذكروا هنا البلاند اكسبنديش هو ما يخطط له الفاعلون في الاقتصاد من مستهلكين من مستثمرين من حكومة من مصدرين وهكذا فهذا هو بلاند اكسبنديش يتكون من الانفاق الاستهلاكي وهنا الآن سأفرق بين نوعين المتغيرات شيء أو متغير يعني مجموعة المتغيرة سميتها IGK اللي هي انجكشن اختصار الانجكشن ما يتم حقنه وهلأ سأعرفها بعد قليل وإيشي الكي جي اللي هو ما يتم التسرب منه يعني التسرب من المنظومة الاقتصادية فإي جي كي هلأ سأعرفها ولكي جي سأعرفها بعد قليل إن شاء الله فعندي الآن بلاند اكسبنديش هذا هو الانفاق المخطط له من قبل كل الفاعلين بالاقتصاد فيتكون استهلاك واستثمار نفقات حكومة وما شابه وفي عندي نوعين متغيرات اللي هو تشمل ما ذكرته قبل قليل فأدخل بالتعريفات الآن الآن الكونسومشن فانشن أو دالة الاستهلاك تتكون من انفاق استهلاكي مستقل عن الدخل هذا انفاق الاستهلاكي المستقل عن الدخل هذا هو A ومضاف إلى ما يسمى بالإنديوست consumption اللي هو الميل الحدي للاستهلاك مضروب بالدخل المتاح الدخل المتاح فإذن هذا أول متغير اللي هو انفاق الاستهلاكي نيجع الآن المتغير أو مجموعة المتغيرات الثانية الليكيجيز الكيجي اختصار الليكيجيز التسريبات وهي العبارة عن الادخارات الضرائب زائد المستوردات هذه تسريبات من المنظومة الاقتصادية لأنها تؤثر على الانفاق الكلي والنوع الثاني من المتغيرات اللي هي الانجكشن IGK اختصار الانجكشن ما يتم حقن في الاقتصاد هو مجموعة الاستثمارات المخطط لها أو الفعلية نفقات الحكومة المخطط لها أو الفعلية والإكسبورت عندما يتحقق فهذا الان نموذج عند المعلومات تامة عن كيفية الان يعمل هذا النموذج نموذج استقاط على كهز فهذا الخط المرجع الان الذي يصنع مع الأفق زاوية مقدارها 45 درجة هذا الان 45 درجة هنا 45 خلينا اضغر الخط شوية بعد اذنكم فهاي 45 درجة اوكي الدلال على انه كل النقاط الواقعة الخط المتقطح المتساوي اي الجي دي بي يساوي الانفاق الكل المخطط له والآن طبعا هذا هو الانفاق المخطط هذا هو الانفاق المخطط له مجموع المستثمر يعني ما ينفقوا مستثمرون ما ينفقوا تنفقوا الحكومة وهكذا فالآن هذا اول منحنة او خط مستقيم لكن نسمي منحنة احنا منحنة الانفاق الكل الاولاني بدي اسمي انا اي ون هذا اي ون هذا اي ون تقاطع مع الخط المرجعي المتقطع هذا الذي صنع معه زاوي مقدار 45 درجة تقاطع عند هذه النقطة الان هذه النقطة لاحظوا لي يعني اذا رجعت للوراء الان هذه النقطة تقاطع هنا هذا تقاطع اوكي يعني ما تنسوا ارجوكم بدأ امحاب بس ما خبرش المنظر تقاطع عند هذه النقطة ال اي يعني بمعنى اخر كل ما تم انتاجه من ال جي دي بي انفق اذا انه فعلا ما خطط له المنفقون الى تبلور او تحقق النتيجة الاولى اللي هي الجي دي بي الاولاني اللي هو هذا الان هذا هو الجي دي بي الاولاني وكذلك الان طبعا بدأ ينعكس على ال ال فهذه بالنسبة الي هي الانفاق المخطط الذي تم تحقق على ارض الواقع لنفترض الان بان المستثمرين او الحكومة او المصدرين او الكل الكل يعني الان هنا الفاعلون الاقصاريون هم المستثمرون الحكومة المصدرون ارادوا ان ينفقوا ان يحقنوا الاقصاد ان ينحقوا الاقصاد بمبالغ معينة حتى ينشطوا الاقصاد فهنا الحكومة طبعا ممكن من خلال السياسة المالية هنا ممكن والله السياسة النقدية ادت الى انخفاض اسعار الفائدة على المستثمرين وبالتالي أدوا إلى حقن مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصدرين كان في تسجيح من قبل الحكومة أو لأي سبب الأسباب زاد صادراتهم وبالتالي انحقن الاقتصاد ما يعني الآن أدى ذلك إلى إزاحة تامة إزاحة تامة إلى الأعلى في الـ Expandential Function من E1 بدأ سميها إلى E2 هذا الآن لاحظوا لي بدأ أمحى هذا والسهم أرد أن أضع واحد باللغة الأزرق بأن الآن الإزاحة عفوا الإزاحة كانت إلى الأعلى بالنسبة للـ Expandential فارتفع الإنفاق الكلي من E1 إلى E2 المخطط له لكن نقطة التقاطع الجديدة الآن أصبحت هنا لاحظوا لي هنا فدام حاها بس مشان ما يكون المنظر مقبول لديكم جميعا أحبة الطلبة فالتقاطع الآن الجديد أدى إلى نشوء أو تمخض أو تحقق GDP ثاني مقداره الآن لنفترض أنه GDP2 هذا هو GDP2 الجديد وبالتالي ما تحقق أرض واقع من إنفاق كلي على المستوى اقتصاد الكلي هو الآن النقطة الجديدة هذه اللي هي E2 من المهم أرجوكو إن كنت تتذكروا هاي الأشياء مهم جدا جدا لنفترض طبعا أنه الآن الحد الأدنى من الإنفاق المخطط له كان عند هذه النقطة هنا الحد الأدنى المنمم المنمم E1 كان عند هذه النقطة ارتفع إلى هذه النقطة هاي أصبحت المنمم of E2 ما يعني إنه زاد المبلغ أو المقدار بالإنفاق من هذه النقطة أحطها بالأحمر هتكون وارحة هذه النقطة هنا إلى هذه النقطة هذا بيترتب عليها إنه الآن زاد الإنتاج الكلي إلى اليمين وبالتالي بدنا نستخرج ما يسمى بالمولت بالأجريكت إكسبنديجر مولتيبراير صيخته كما يلي الآن هذا الآن الأجريكت إكسبنديجر مولتيبراير خلنا أمحي هايه عشان تكون مبينة أوكي فهذا الأجريكت إكسبنديجر مولتيبراير يساوي حاصل قسمة الفرق بين الجي دي بي الثاني والأوية يعني معنا التغير في الجي دي بي مقسم على التغير في الأجريكت إكسبنديجر مهم جدا تتذكروها الآن هاي الأجريكت إكسبنديجر مولتيبراير يساوي أي عضل له أي اي ام يساوي التغير في الجي دي بي نمقسم على التغير في الأجريكت إكسبنديجر الكلي بدي أذكر ملاحظتين قبل ما أنتقل على الشريحة الثانية بدي أحيل فيها يدوي إنه الآن أي يعني إنفاق أكثر يعني إذا كان الآن إنفاق مخطط له وكان أكثر من الإنتاج الفعلي بده الآن يسبب لي هاي الآن خلينا أشيل بالله هاي بعد إذنكم لاحظوا لي يعني هون بدأ أمحة بس مشان بيّن هنا عندي E1 وهي E2 أي إنفاق أكثر من GDP2 سيؤدي إلى حدوث ما يسمى Inflationary Gap هاي اللي هي الفجوة التضخمية هذه اللي اسمها الفجوة التضخمية وأي إنفاق أقل من الإنتاج الكلي هنا لاحظوا لي خلينا أمحي هذا الكلام بس مشان نبين يعني شو المقصول هنا فأي إنفاق كلي أقل من GDP دائما وأبنى بيكون في عندي Deflationary Gap هذا الآن Deflationary Gap كما ذكرتها فمهم جدا نعرف أنه ما يسمى بالنموذج التقاطع إلى Keynesian Cross Model بيبين لي الآن وين Inflationary Gap Deflationary Gap والتغير أو يعني بنقدر نحسب ما يسمى بالAggregate Expenditure Multiplier AEM اللي هو عبارة عن حاصل قسمة التغير في الجي جي بي على التغير في الإنفاق الكل أذهب إلى الشيح الثاني الآن وأضرب مثال بالأرقام بالأرقام الآن لنفترض بأن الإنفترض أنه كان أربعين يحد الأدنى هذا المنمم المن المنمم أو بالإنفترض الأول كان أربعين وأصبح عند المنمم عفوا عند المنمم للإنفترض بالمرحل الثاني أصبح ثمانين مقابل ذلك أنه الجي دي بي الأول كان على سبيل المثال ألف أصبح الجي دي بي الثاني الجي دي بي الثاني أصبح ألف ومئتين كمثال معنى ذلك أنه الأجريكات إكسبنديشر مولتيبلاير يساوي التغير في الجي دي بي على التغير في الإي ويساوي بالحال يهاية ألف ومئتين ناقص ألف على ثمانين ناقص أربعين وتساوي هنا ألف أفوا ويساوي مئتين أمقسم على أربعين ويساوي خمسة إذن يعني كل وحدة إنفاق إضافية لاحظوا لي خلينا أرد عيد بخط يكون أجمل وأوضح هنا الفرق يساوي مئتين أمقسم على أربعين ويساوي خمسة هاي الخمسة الآن بتقول على أنه كل وحدة إنفاق كل وحدة إنفاق إضافية في المنظومة الاقتصادي هاي تؤدي إلى زيادة الجي دي بي بمقدار خمس وحدات بمقدار خمس وحدات طبعا انتباعا لذلك سيتأثر الاستهلاك يعني أنه الدخل المتاح سيكون أعلى بالنسبة للمستهلكين وبالتالي سيزداد الاستهلاك سأترك هذا الآن الجزء اللي هو كيف يتأثر الاستهلاك كتمرين للطالب حتى يتمرن على كيفية الآن ربط الأمور مع بعضها بعضا وإن شاء الله إلى لقاء آخر أرجو أن يكون في هذا المقطع الفائد العظم لكافة أحبتنا الطلبة وآية أبيام إن شاء الله تكون استفدتي من هذا المقطع بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته